السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في الفيديو الخامس من المدن الزكية. وهنتكلم النهاردة على التوأم الرقمي او الديشتال توينز. الان وفضل التكنولوجيا يوجد لدينا التوأم الرقمي فيمكن صنع شخص وماثل لك على الحسوب. وده اللي بيعمله السوشيال ميديا زي الفيسبوك. بيعمل شخص كده ليك. بيدرس كل خطوة ليك. وبعطيك النتاج المستقبلية اللي ممكن تكون مفيدة ليك. او تمثيل افتراضي ديناميكي للمبنى او للمدينة او اصل مادي. يمكن للشركات يمكن للشركات من خلاله فهم اداء سهولة بشكل افضل. واجراء تنبؤات ويجاد شركات جديدة تمكن الدخول من تغيير وطفاتها في السوق. فهو تطور للموذج البيم. تاريخيا عام 1991 اخترح حلم الكمبيوتر جيلر انتر فكرة الميرور وارلد. نمازج تم انشئها بواسطة الكمبيوتر في المناطق الحضرية. حيث تظهر المدينة باكمة على شاشة تكفيسورة واحدة كسيفة ومباشرة ونبضة ومليئة بالحركة ومتغيرة. تستمد قيمة الميرور وارلد اللي اصبح بعد كده اسمها ديشتال توينس من قدراتهم على توفير وجهات نظر شاملة او رؤية اعلى للمجموعة الحضرية الاوسع مع تمكين المستخدم ايضا من الغوص بشكل اعمق في البيانات مع الاحتفاظ بسياق المكان. التقوم الرقمي لازم في جديدا. فالدكتور جرافس من جامعة متشيجان اه كاتب او المشهور حول هذا الموضوع في الفين واتنين. تعمل وكاية ناسا مستنوات على النمازج الرقمية المعقدة لا تشكل نسخة تبكي الاصل من الواقع. وعندما دلبت الجارسة ابولو تلتاشر اللي تعمل عنها فيلم. استخدمت وكالة ناسا انظمة النسخة المتطابقة. اللي هي قبل توقم الرقمي لحفز مهمة ابولو تلتاشر. وفي الوقت الحالي استخدم وكالة ناسا التوقم الرقمية لتطوير توصيات جديدة وخرائط مصارات والجيل التالي من المركبات الفضائية. بالمثال يوفر فيلو من سي اي اسي اي. هذا نوع من السبصار من خلال الدم كخريطة مخصصة وانظم بالتداريس مع نمازج ثلاثية الابعاد مفصلة للمباني التي يمكن تقديمها دينماكيا من قاعدة بيانات مخصصة بالشكل دوت. يعمل التوقم الرقمي كجسر بين العالمين المادي والرقمي باستخدام اجازة استشعار لجمع بيانات في الوقت الفعلي حول عنصر مادي. ثم يتم استخدام هذه البيانات لانشاء نسخة مقررة من العنصر مما يتيح فهمه او معالجته او تحسينه. ديش تلتوين بصفة نسخة تبكي الاصل للبيئة المادية يمكن استخدام طاوم الرقمي بطرق متقدمة لاتمتل انظمة وتحسينها وتوصيلها. نقيكة عن تمكين الناس في البيئة المضمنة وبابارة اخرى. التواقم الرقمية هي شيران الحياة الجديدة للمباني الزكية في المستقبل. توفر نموذج معلومات البناء منصة مهمة لهذه الثورة البيئية المبنية لكل بنية الفيزيائية يتم انشاء الطاوم الرقمي ديش تلتوين ساعدة تقاطع هذا النموذج الافترادي مع التخصصات الاخرى. مثل تحليلات البيانات وتتكاثر امكانيات جديدة للابتكار وبفضل انخفاض اسعار التكنولوجيا على شكل اجهزة شعار منخفض التكلفة واجهزة متنقلة باسعار معقولة في النوتيرة الابتكار تتصارع. وفقا لتقرير كارتنر الاخير في انتجاه الطاوم الرقمي يقترب من زروة التوقع في غضون خمس الى عشر سنوات من المتوقع نصل الانتجاه الى هضبة الانتجاه شكل ثلاث. التوائم الرقمية ديش تلتوين ساعدة مثيلات رقمية لاجسام العالم الحقيقي وبمبنية على مفهوم ان نمازج الاصول الافتراضية تتعاش وترتبط باصول حقية. بعض الشركات تستخدم بالفعل التوائم الرقمية فيتساعد على التحقق من اصول العالم الحقيقي والتنبؤ بالنتاج المختلفة بناء على البيانات المتغيرة بما يؤدي الى التحقيق وفارات في الصيانة. يجب على المزيد من الشركات ازهار الاهتمام والاستثمار في هذه التكنية. تقرير جارتنر على عشر اتجاه التكنية الاستراتيجية لعام 2019 يتنبأ بحلول عام عشرين عشرين تتوقع ان سيكون هناك اكثر من عشرين مليار جهاز استشعار. ونقطة نهاية متصلة هو استغفر التوائم الرقمية المالين من الاشياء المحتملة. واستشمع الفوائد تحسين الاصول والتميز التنافسي وتحسين تجربة المستخدم في جميع الصناعات تقريبا. بحلول عام عشرين وعشرين الكثير من الشركات الصناعية الكبيرة ستستخدم التوائم الرقمية مما سيؤدي لحصول تلك المنظمات على تحسن من نسبة عشر في الميام الفعلية. تتوقع شركة جارتنر انه بحلول عشرين وعشرين تم استخدام نصف الشركات الصناعية الكبيرة ديشتال توينس لتحسين نتائج البحث والتطوير وهذا يسمح بتحقيق ضربة فعالة بنسبة عشر في الميام في قطاع العقارات. سوف استعادك التوائم الرقمية قريبا في الهندسة المعمارية والبناء في النهاية اضاف التوائم الرقمية قيمة لكامل دورة حياة العقارات. افترض ان شركة ديشتال توينس العقارية ستستخدم ايضا سنوات الخمسة العشر القادمة لتحسين اصول ادارة اصول للعقار ومروناتها ومسوكاتها وكفاعتها. التوائم الرقمية لتتمتع بدورات حياة طويلة مثل المباني والتغارات والصفن والمصانع والشاحنات والآلات صناعية حيز تمتد دورات حياة هذه التوائم الى ما ابعد من طول عمر برمجات تصميم مسجلة ولا تتم على الارجح استخدامها في انشاء هذه التوائم ووسائل تخزين البيانت. يمكن التطورات التكنولوجيا المساهمة في مستقبل العقارات والمجتمع ونوعية الحياة يملك القطاع العقاري الهولندي القدرة على اتخاذ قفزة اللي يصبح بيئة معيشية متقدمية دولية واحدة من لبنات البناء. اللي جعل هذه القفزة هي التقم الرقمي. استخدم القطاع العقاري ونمازج سيدة الابعاد الرقمية منذ الفين. نحن نعلم الان ان تكريف فشل اثناء عملية الانشاء قادة تخفض بفضل التعاون بين عدة التخصصات. التطور نحو التوقم الرقمي. لاطفال الحيوية على الاشياء العقارية يمكن انها تسبيت اكس الشعار متعددة يمكن جمع البيانات منها. ويمكن انها قياس اداء المبنى باستخدام خواري رزميات التعلم الذاتي. الزكاء الصناعي وتحليل البيانات لحل المشكلات وفي وقت اكسر. وخفض التكاليف يتحول مبنى الى مبنى زكي زكو كيمة مضافة كبيرة. التعاون الرقمي ايضا تمكين الخطوة التالية وهي التطوير نحو المباني سريعة الاستجابة التي ستلبي احتاجات ورغبات المستخدمين في الوقت الفعلي. وتم استخدام الحصائيات من تحليل البيانات في المباني سريعة الاستجابة تلقائيا لتحسين اداء المستخدم. على سبيل المسال التحكم في التسبيت استنادا الى مستخدمين محددين وتمكين الخدمات وارشادتهم بشكل استباقي. للمستخدمين تساعد التكنية الرقمية المزدوجة للشركات العقارية على فهم احتياجات العملاء بشكل افضل مما يسمح باجراء تحسينات اكثر بناءمة على المنتجات والخدمات ونمازج القيمة للتحسن شكل كبير من تجربة العملاء. وبمجرد احتضان التكنولوجيا بالكامل يمكن ان يتغير تركيز الشركة وبنياتها بالكامل ويقضيان على الادوار القديمة وينشؤان ادوارا جديدة واحتمل ان يولد تدفقات جديدة تماما للارادات. نحو الانترنت للتوائم الرقمية. اذا قوم مالك العقار بربط اشياء عقارية رقمية مستقلة فستتم انشاء انترنت للتوائم الرقمية وسيتم تعزيز القدرة التعليمية على المباني والاحياء والمدن كنظم متكاملة من خلل هذا لانه يمكن مراقبة البيانات وتحللها في الوقت الفعلية وهذا يوفر نظرة قيمة الى المعيشة وصحة البيئات الحية والنظمة الايكولوجية ويمكن بعد ذلك اختبار التعديلات مقدما حتى هي يمكن سيادة تأثير التحسينات. خوز مدينة سنغفورة على سبيل المسيح. سنغفورة وفرت على الانترنت التوائم الرقمية للمدينة بحس يمكن البحث والتحليل والتعديل في الوقت الفعلي من قبل العديد من اصحاب المصلحة. الاستوكهولدر من كل من الجهات العامة والخاصة من خلال التنبؤات الاكثر كفاءة ودقة للتجارب المستقبلية ويمكن لسنغفورة ان تتوقع بشكل افضل تخطيط الموارد الطبيعية او تقديم الخدمات والمساهمة. في نوعية حيات التجارب حيات اكثر سنغفورة كمدينة افتراضية هتعاون بين القطاعين العام والخاص مما يتيح للمدينة اعادة مسكار نفسها. مساء الاخر هو رصيف تورنتو بيجمع ازا المشروع بين الافضل في تصميم الحضري واحدث التقنيات لمعالجة بعض اكبر تحديات المدن في ذلك استخدام الطاقة والقدرة على تحامل التكاليف السكن والنقل مما يبدو انه مفقود في الخطة هو استخدام التقام الرقمية. فرصة ضائعة او فرصة لمجتمعات الشركات الهولاندية لاتخاذ قبصة. هناك اربع مكونات رأسية للتقام الرقمي. البيانات مثل انظمة البناء والبيانات الخارجية وبنات المخطط. الاستنتاج المنطقي مثل النمازج الاي اي والامي ال او القواعد غير الخطية. مؤشرات الاداة الرأسية مثل الكفاءة والانبعاثات وصافي داخل التشغيل ومؤشرات السلامة. السياق مثل السلوك الساكن والسلوك النظام والجهاز وسيل العمل. فقط عندما تم تعيين هذه المكونات الرأسية الاربع وبطريقة مجدية يمكن يكون لدى المؤسسة توقام رقمي حقيقي. ما زي استخدام التوقام الرقمي في البناء. الاستخدام صحيح للتكنولوجيا يجعل العمليات دائما اقصر كفاءة على سبيل المثال. التوقام الرقمية من خلال سماح لعمليات المحاكاة بامكانية تحمل الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الانسان. يمكن ان تساعد المواطنين على العيش حياة اكثر امانا. على سبيل المثال. في حالة البنية البنية التحتية. حسب ان المفترض ان يكون هناك الكثير من الحرقة. من خلال استخدام بالنمج محاكاة المشاه. يمكن ان توقع متى واين سيكون هناك المزيد من الازدحام. من خلال ادخال التغيرات اللازمة في النموذج الرقمي للبنية التحتية. من الممكن تحقيق قدر اكبر من اللامان والكفاءة وخفض تكاليف التشغيل في بناء الاصول وصياناتها. ومزايا استخدام التواهم الرقمية في البناء كثيرة بعضها مفصلة ادنية. الرصد المستمر لتقدم البناء. تتحقق المراقبة الفعلية لموقع البناء من خلال التواهم الرقمي. من ان العامل المنجز يتوافق مع المخطط والمواصفات من خلال التواهم الرقمية من الممكن تتبع التغيرات في النموذج معه. حيث يتم انشاءه يوميا وساعة. في حالة حدوث اي انحراف. يمكن اتخاذ اجراء فوري بالاضافة الى ذلك. يمكن بسهولة تحقق من حالة الخرصانة او التشغيلات في الاعمدة واي زحل المواد في موقع البناء في التواهم الرقمي تبدي ازيل اكتشافات الى عمليات تفتيش اضافية ويتم اكتشافة المشكلات بسرعة اكبر مما يؤدي الى حلول اكثر فاعلية. رقمانة المدينة. قال انجبورج رقر المنصر المعماري الشهير. الاس ده ما تدريبه على برنامج بيرنستون ونايب رئيس مشروع سيتي. سلاسي الابعاد لقد ادركنا ان هناك فجوة بين الادوات المتاحة بشكل كلاسيك للتخطيط والتصميم الحضري. وترك الموجودة لدينا في المجالات الاخرى وما بدأنا به هو الاستفادة كاملة من محفظة من اجل تحليل قدرات المدينة مقابل احتياجات المدينة من اجل توصية نطاق تفكيرنا في التحول الرقمي. وقال جورج لو مدير ادارة برامج المؤسسة الوطنية للبحث بسنغفورة. سنلتقط الحياة الافتراضية لسنغفورة. على سبيل المثال ستشمل البيانات الديمغرافية حول مكان معيشة المسنين ومواقع الشركات ومركز السوق والمطاعم وما هي جداول النقل. يمكن للناس الوصول الى جميع عزين معلومات وتفاهمها. يمكن ان تاخذ من الوكالات الحكومية ولكنها ايضا يمكن ان تكون منصة يمكن الاشخاص من خلال الوصول الى بيانات محددة ويمكنهم استخدام التطبيقات التي تجعل حياتهم اكثر راحة. يمكن للشركات ايضا تقديم خدمات مستدفع لعملائها والمجموعة الاخرى من اصحاب المصلحة هي الباحثين. الذين قد يكون لديهم افكار اكثر من البيوروكراطيين الحكوميين حول كافية انشاء تكنولوجيات وخدمات الجديدة. الاستخدام امسا للموارد. تودي التوائم الرقمية لتخصيص افضل الموارد ومساعدة الشركات والحكومات على تجنب اضاعة وقت الانتاج في حركات غير مفيدة. وتعاون مع المواد غير ضرورية مع استخدام هذه التكنولوجيا. يمكن تجنب التخصيص المفرد كما انه من الاسهل ايضا التنبه بطلبات الموارد على الموقع ديناميكيا. حتى يمكن تتبع استخدام المعدات. ويمكن اطلاق صراح غير مستخدامة فيه وظائف اخرى. هذا يوفر وقت والمال. ويمكن للمالكين والمشاغلين استخدام التوائم الرقمية لخفض التكاليف وتجنب التكاليف المستقبلية وزيادة معدلات الاشغال وتحسين الكيمة الاجمالية للاصول. وينطبق الشركة نفسه في حالات الاستخدامات الاخرى. على سبيل المسال المستشفىات الزكية من خلال انشاء التوائم الرقم المستشفى. يمكن لمسؤول المستشفىات والطباء والممردين. الحصول على رؤية قوية في الوقت الحقيقي لصحة المرضى ومدير وسير العمل باستخدام مجلس الشعار لمراكبة المرضى وتنسيق المؤدات والموظفين وتوفر لدوام الرقمية طريقة افضل لتحليل العمليات وتنبيه الاشخاص المناسبين في الوقت المناسب عند الحاجة الى اجراء فوري. مراكبة الامن. السلامة هي مصدر قلق كبير في مواقع البناء تساعد التوائم الرقمية من خلال السماح للشركات بطب والاشخاص والاماكن الخطرة في مواقع البناء في تجنب استخدام المواد والانشطة غير الامنة في المناطق الخطرة. بناء على المعلومات في الوقت الفعلي يمكن تطوير نظام اشعار مبكر يسمح لمدير الانشابة معرفة وقت وجود عامل ميداني في منطقة غير امنة. يمكن ايضا ارسال اشعار الى الجهاز المحمول للعمل لمنع حدوث خطر. والطيوح التوائم الرقمية لمشغل المباني الجامع بين الانظمة غير متصلة سابقا بدءا من الامان وحتى انظمة تكييف والتهوية والانظمة ربط الطرق الاكتساب رؤية جديدة وتحسين تضفق العمل ومركبة العمليات عن بعد ما هو مستقبل التوائم الرقمي توفر توائم الرقمي ممكنها جديدة وملموسة في البيئة المبنية ويمكن استخدام توائم الرقمية لتحسين كفاءات وتحسين العمليات واستخدام المشكلات قبل حدوثها والابتكار في المستقبل ويمكن استخدامها لانشاء قيمة طويلة الاجل عن طريق حل المشكلات الكبرى باستخدام نهج يركز على الاشخاص ويقوم التوائم الرقمي بمعلاجة الكثير من البيانات وانشاء الكثير من المعلومات المفيدة من خلال واجهات برمجة التطبيقات يمكن ان تعرض هذه المعلومات لمشغيل البناء ولكن يمكن ايضا ان تعرض لاشخاص وخدمات تحارجة اخرى مثل المستجيبين اللوال وهذه الطريقة يحمل الطائم الرقمي الوعد بربط المباني الزكية بالمباني الزكية الاخرى وكذلك بالمدن الزكية. اصبح الطائم الرقمي حقا شريان الحياة للمباني الزكية انهم يفتحون مستقبل انترنت الاشياء ويمكنهم من مستقبل العمل الجديد. اذا كانت مؤسستك متم بانتاج نتائج اعمال فائقة وتجربة مستجارة ملهمة فان الطائم الرقمية تستحق الاستكشاف.